عندنا مشكلة صح لكننا لا نخطئ كي نعترف بأننا أسباب المشكلة نحن راضون جدا عن أنفسنا ودايما التاني هو الغلطة تعرفين في ماتشات الكرة لغاية النهاردة لغاية البطولات أو البطولة الأخيرة دي الحكم والخرارة والرطوبة ما فيش فايدة دايما الأعذار والمبررات لأنك أنت لعبة وحش فبالعذار ومبررات الحكم والرطوبة وخشونة اللاعبين اللي قدامنا وشايفين التشيرتات لازقة زي شيء سقيم شيء في منتهى السقم والمرض يجيب لك العلة يجيب للمجتمعات التخلف أي مشكلة سببها الأزمات الخارجية المؤامرة اللي علينا فإحنا طول الوقت عايزين أولاً نصدق أنفسنا يعني اتحاد الكرة يفاجأ بمستوى الأداء أو بالخروج يعني ومتصور أنه كان المفروض ياخد بطولة أفريقيا وكلنا قاعدين متصورين معايد أنه يعني بالشكل ده وبالمستوى ده نوصل وماله ونزعل إحنا ما وصلناش الاقتصاد نفس القصة هي هي يعني اقتصادنا من اللحظة الأولى لهو بتاع إنتاج ومشيين بطريقة العلم كله بمندهش من وعن ذلك بمندهش من الخاتمة أو من المقال في السياسة في المجتمع في التعليم وكل الناس تسأل كل الناس يعني تسأل كل الجهات كل المؤسسات من أول السياسة والاقتصاد لغاية الفن والرياضة هتلاقم كلهم عاملين زي الرجل اللي طلع الطبيب اللي طلع من ممر غرفة العمليات ده وبيقول أهل المريض احنا عملنا اللي علينا والبيعاء ربنا يعني يا جماعة لندري قليلا حجم ما نحن فيه ونواجه أزمتنا ونواجه ذاتنا لأن المشكلة الحقيقة في الذات بتاعتنا فدي اللحظة اللي المفروض أن المشكلات نعرف جزرها ومشكلتنا أنا بقول وبأعتقد وبأزعم وبأدعي أن المشكلتنا في ثقافتنا الثقافة دي اللي مودية لشكل السياسة بالطريقة دي والاقتصاد بالطريقة دي والرياضة بالطريقة دي والفن بالطريقة دي واللي ترتبنا بين الدول في الطريقة دي يعني الثقافتنا دي اللي هو الثقافة طول الوقت الدفاعية طول الوقت الثقافة التي لا تريد أن تعترف بالخطأ الثقافة طول الوقت التي تحمل الآخرين المسؤولية الثقافة التي طول الوقت فيها البحث على المبررات والأعذار طول الوقت لا تسمع أحدا يعترف ولا أحدا يعتذر ولا أحدا يصحح ولا أحدا يتغير ولا أحدا يغير طب وبعد ايه ولما بدي اواني مستطرقة في كل جنبات وارجاء واقعنا من افقي ورأسي ايه بس سؤال وبعد ايه ليه احنا بنتفاجأ بالنتائج يعني لما تبقى يعني عايز اشرح لك يعني ايه ثقافة مجتمع يعني مثلا لو جينا نتكلم في ثقافة المجتمع الضمياطي مثلا مجتمع شغيل ثقافته ثقافة الشغل والعمل والبحث عن الرزق والربح ده بنسميه ثقافة المجتمع لنبصد ثقافة المجتمع المنوفي مثلا اللي هو فكرة التعليم والحراك في التعليم والالتحاق بالوضع يعني فيه ثقافة مجتمع الثقافة دي بتأثر في كل حاجة في قراراتك في مواقفك في اجراءاتك في خطواتك اللي بقول عليك ده بقى هو ده ثقافة المجتمع المصري الآن ثقافة المجتمع المصري يعني زمان المجتمع المصري زمان ده اللي هو قبل 23 يوليو لأن 23 يوليو تاريخ فاصل مهم جدا قبل 23 يوليو من تحديدا لما نكلم من ثورة 19 لغاية 52 الثقافة الدولة الوطنية المصرية اللي تنشأت وأنشأت وأقامت نفسها في هذه اللحظة دولة الوطنية دي كانت ثقافة الانفتاح التسامح القبول بالآخر التعددية فالثقافة دي تولد فكر تولد تنوير تولد أحزاب متعددة ومختلفة تولد القامات العظيمة اللي أنتجتها هذه المرحلة في كل المجالات الفن والثقافة الصناعة والاقتصاد كل في السياسة الثقافة دي اللي تخلي المجتمع فيه رحابة فتلاقي فيه تعددية كبيرة وهتلاقي فيه سماحة ففيش تطرف ديني آه فيه جماعات سلفية وفيه إخوان مسلمين كمان لكن في حدودهم في المجتمع مش فيه سيادة وسيطرة على المجتمع مشت معنا الثقافة دي شوية حتى بعد 52 خدت شوية لغاية 56 تحديدا يعني بدأت تسود ثقافة من نوع آخر ثقافة الكل في واحد اللي احنا كلنا في ايد الزعيم وكلنا وراء الزعيم التنظيم الواحد كلنا اتحاد قومي او هاي التحرير او اتحاد اشتراكي هو التنظيم لغاية الحزب الوطني وما بعده بقت الثقافة دي هاي اللي موجودة بقت الثقافة كمان فيها الريبة من الاجنبي من الغريب الثقافة فيها وصم الثروة فكل الناس اللي اغنية ولا ستين في سبعين او مش يعني او جايبين ثروتهم بطريقة فيها استغلال مش هاول فيها فساد فيها استغلال للطبقة الدنيا او للطبقات المتوسطة او للطبقات الفقيرة او للعمال والفلاحين الثقافة اللي بقى فيها بقول لك وصم الثروة كمان تبديل للفقر في تعظيم لفكرة الفقر كده طيب ده تودي فين تودي للفقر يعني تودي على طول الثقافة الثقافة اللي فيها الكل في واحد دي فيها احادية ما فياش تعددية ما فياش تنوع ما فياش احترام للرأي الاخر ما فياش رأي اخر اصلا تودي الفين تودي على طول الثقافة تبقى تبقى ارض خصبة جدا للثقافة السلفية السلفية تيجي تطبق على صدرك مع السبعينيات وسيادة الثقافة السلفية على المجتمع بتضيف بقى ليه تبجيل الفقر وصم الثروة يعني تعددك حتى فكرة تبخيص الصعود الاجتماعي يعني الناس تقول فاكرت ده ده كان الله يرحم ايما كان وقف بعربية في الشارع بيبيع دلوقتي عامل نفسه وصاحب محلات شوف فكرة الاحتقار او التهوين او التبخيص لقيمة العصامية والكفاح والصعود الطبقي والاجتماعي بقى فيش غريب جدا بيبقى عمود فقري في المجتمع اشتركوا في القناة